في نوعين موجودين في برنامج Autodeskraft Structure 2014 من أنظمة القياس وهو النظام الامبيريال والنظام المترك أو الامبيريال بيبقى الوحدات القياس الديفولت فيه أو اللي هي الافتراضية فيه هي الأدم والبوصة أو الفوت والإنش والنظام المتري الوحدات الديفولت فيه بتبقى هي الميلي والمتر بيفرق الموضوع ده في إيه؟ بيفرق في أبعاد الفاميلز مثلا مكتبة الفاميلز اللي أنا بشتغل عليها بتختلف حسب النظامين لأن مثلا إحنا هنا كطبيعي هنشتغل على النظام المتري لأن الامبيريال اللي ده موحد فيه أمريكا اللي هي مكان تصنيع البرنامج إنما في الدول العربية بصفة عامة النظام اللي احنا بنشتغل عليه بقى النظام المتري بوحدات الملي متر ممكن أنك تعدل كل الوحدات دي تستخدم أي وحدة سواء الصنطي أو الملي أو المتر بالطريقة اللي تنسبك هندخل على قائمة Manage Tab Manage ونروح على Project Units هيظهر لنا هنا Dialog اللي هو Project Units أول حاجة Discipline أو التخصص بتاعك ممكن تختار من هنا تخصصك Structural أو Electrical أو Energy احنا مثلا هنظهر Structural هزهر لك كل التفاصيل الخاصة بالوحدات اللي انت ممكن تستخدمها بداية من الطول والمساحة والحجم وأبعاد بقى متخصصة في الكتلة والوزن والضغط والإجهادات والتفاصيل دي كلها احنا بنستخدم مثلا ال Common أو اللي هي معظم العدادات المشتركة زي Length والArea والVolume والAngle والSlope والCurrency والMastDense احنا عندنا دلوقتي مثلا ال Length هنا في النظام المتريك متمد على الملي متر نضغط على الاسم هيفتح لنا Dialog Formats عشان قدر ان اختار الواحدة اللي انا تناسبني بفتح Units ويلاقي هنا في Drop Down Menu ممكن اختار منها كل أنظمة القياس اللي انا احتاجها طبعا احنا في النظام المتري ممكن نستخدم حاجة من التالتة دول ياما المتر أو الديسيمتر أو السنتيمتر أو الملي متر معه أو ممكن نستخدم المتر أو السنتيمتر بحيث ان يستخدم الأبعاد الكبيرة هيروها بالمتر وأي بعد صغير أو كسور هتتقري بالسنتيمتر طيب هنا ممكن ال Rounding أو التقريب اللي هو عايز نقرب لقرب 10 ولا القرب 100 ولا القرب 1000 مثلا وهكذا وممكن برضو تعمل الاعدادات الخاصة بيها وتعمل Custom Increment Value وغالبا ممكن تعمله واحد مثلا بحيث بالزيادة في القيمة كل ما تحرك الماوس مثلا وانت بتعمل حيطة أو كمرة أو أو عمود أو أي حاجة من الأدوات اللي انت ممكن تستخدمها في البرنامج يبقى معدل الزيادة في الطول أو في العرض بتاعها بيبقى هي Rounding Increment اللي احنا بنتكلم عنها هنا بعد ما تخلص الاعدادات اللي انت ممكن تعملها هنا مثلا تروح تضغط ونفس الحال بالنسبة للمساحة تختار البعد أو الأداء اللي انت محتاجها وتختار ال Rounding Value بتاعتها اللي هو يقرب لا قرب قيم وبعد كده ممكن تختار اليونت سيمبل اللي هو الرمزة اللي ممكن يظهر لك فيه البرنامج لما تستخدم الانوتايشنز أو اللي هي الميجرينج آآ تولز نضغط اوكي بعد كده عندي حاجة اسمها لسنابس بروشكت سنابس دي عبارة عن مجموعة من الأدوات اللي بتساعدك انك ترسم وتحط المعدات أو الأدوات بتاعتك آآ في محازمة بعضها البعض يعني مثلا لما باجي أرسم آآ نفتح ونعمل مثلا جديدة لما باجي أرسم تانية الحاجات اللي بتظهر لي النقط اللي هو المربع اللي هو اللون ماجينتا ده بيظهر لي قدامي بمكتوبه جنبه فيه تول تيب بتقول ان ده الاند بوينت دي عبارة عن سناب ليه الاند بوينت لو استخدمت مثلا أداة للوول تانية أي نقط من النقط الإرشادية اللي بتظهر لي على الأدوات اللي أنا باستخدمها أو العناصر اللي أنا باستخدمها في المشروع دي بتبقى اسمها الاسنابس أو الابجيكت سنابس بتبقى عندي هنا مثلا في الأول والآخر الاند بوينت ودي بتبقى مربعة وعندي بعد كده فيه هنا الميت بوينت بتبقى مستطيلة فيه الربربندكيولر بوينت اللي هي نقطة التعامد وخلافه نفتح تاني القايمة المانج ونروح على البروجيكت سنابس هنا بيظهر لك مجموعة من الابجيكت سناب اللي احنا اكتلمنا عنها زي الاند بوينت أو الميت بوينت أو النييرست اللي هي أقرب نقطة كل واحدة متعلم قدامها علامة صح هتبقى متأكتبة وشغالة فيه البرنامج ممكن لو انت مش عايز تشتغل بها بتلغي علامة الصح من جنبها وهتلاحظ ان كل واحدة من دول او كل سناب من دول جواها كان بها اختصار شورت كات ممكن ان انا اكتبه على الكيبورد بحيث ان يأكتب او يوقف عمل الاداء اللي انا السنابز اللي انا بشتغل عليه طيب ممكن ان انا عندي هنا فيه اللي هي معدل الزيادة في الطول زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن ان انا وانا برسم مثلا حيطة زي اللي احنا كنا شغالين زي اللي احنا عملناها من شوية ممكن بعد ما تحط النقطة الاولانية فيها اللي هي نقطة البداية وبتتحرك بالماوس عشان تجيب الطول زي ما قلنا بتظهر لك مجموعة من الابعاد اللي هي ظهرة فوق دي اللي هي باللون الازرق دي كده 2900 ميلي 3300 300 وهكذا معدل الزيادة ده هو اللي انا بتحكم فيه من قيمة الوبجيكت سنابز لاحظ ان احنا لما نعمل زوم اكتر المعدل بيتغير كل ده انت بتقدر انك تتحكم فيه من خلال الوبجيكت سنابز وهو معدل الزيادة ده 1100 او 120 او 5 وده بيبقى حسب الزوم بتاعك نفس الكلام بالنسبة للزوايا لما باجي اشتغل على الزوايا او ارسم زاويا معدل الزيادة فيها بقدر ان انا اتحكم فيه من قيمة الوبجيكت سنابز